السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من مادتنا مادة اللغة العربية كنا قد بدأنا في الحصة الماضية بدرس القراءة من هذه الوحدة الذي يحمل عنوان مدرسة الصلط الثانوية وكنا قد تعرفنا أن مدرسة الصلط الثانوية تعد أولى المدارس التي أنشئت في الأردن افتتحها الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين حيث تقع في محافظة البلقاء في مدينة الصلط وهي تعتل قمة تل الجادور مطلع على وادي الصلط من الجنوب وعلى مدخل المدينة من الشرق والأحياء القديمة والجديدة من جميع الجهات تخرج من هذه المدرسة العديد من رجال الفكر والسياسة أول فوج تخرج منها كان عام 1925-1926 وكان عددهم أربع طلاب ومن خرجي هذه المدرسة من تولى منصب رئاسة الوزراء حيث تقلد منصب رئيس وزراء 19 من خرجيها حتى الآن هذه المدرسة العريقة والعظيمة والجميلة الرائعة تعرفنا إليها في الحصة الماضية اليوم أحبائي سنبدأ باستخراج ما بهذا الدرس الجميل من قواعد كنا قد أخذناها في ممضة هيا بنا نبدأ مدرسة الصلط الثانوية تعد مدرسة الصلط الثانوية معلما تربويا وعلميا وحضاريا في البداية تعد إذ نظرنا إليها نجدها ماذا؟ أحسنتم نجدها فعل إذن نقول فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة إذن تعد هي فعل مضارع مرفوع بالضمة من التي تعد؟ من الذي وقع عليها الفعل؟ أحسنتم مدرسة إذن مدرسة ماذا أقول عنها؟ فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وأيضا هي اسم مؤنف وعلامة التأنيف التي بها التاء المربوطة الصلط احتوات على همزة وصل قال للتعريف الموجودة همزتها همزة وصل وقلنا قد قلنا أن همزة الوصل هي التي تكتب وتلفظ في أول الكلام أما عند وصله لا تلفظ وقال للتعريف دائما وأبدا همزتها همزة وصل الثانوية أيضا همزتها همزة وصل وهي اسم مؤنف معلما وتربويا وعلميا وحضاريا كل هذه اسماء منونة نلاحظ أننا وضعنا التنوين على الحرف نفسه ووضعنا بعده ألف هذه الألف ألف التنوين كنا قد أخذناها فيما سبق أحبائي فقد كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردني طوال عهد الإمارة في الأردني في حرف جر الأردني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الأردني يوجد بها همزتان همزة وصل في أل التعريف وأيضا همزة قطع التي جاءت على الألف في الوسط وهمزة القطع هي التي تكتب وتلفظ في أول الكلام وعند وصله وتكون في بداية الكلمة أو في الوسط أو في الآخر الإمارة أيضا احتوت على همزة وصل في أل التعريف وأيضا همزة قطع على الألف التي جاءت في الوسط تخرج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطني كله تخرج فعل ماضن عشرات مفردها عشرة وهي جميع مؤنث سالم من أرجائي من حرف جر أرجائي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وكذلك أرجائي الهمزة بها متطرفة أي كتبت على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحارف مد أحسنتم وأيضا همزته همزة قطع وكان لهم الفضل في بناء الأردن الحديثي في مختلف المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدابية كان فعل ماضن ناقص الحديث اللام بها لام قمرية نلاحظ أنه وضع على اللام سكون وأيضا همزته همزة وصل في مختلف في حرف جر مختلف اسم مجرور وعلامة جره الكسرة بدأ ببناء المدرسة على التل المطل على وادي الصلط بمساحة ثلاثين دونما بدأ فعل ماضن وأيضا هو فعل مبني للمجهول نلاحظ أنه مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر الفعل الماضي المبني للمجهول أخذنا فيما سبق أنه يكون مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر المدرسة أيضا همزة وهمزة وصل وهي اسم مؤنث على التل على حرف جر التل اسم مجرور الصلطي أيضا همزة وهمزة وصل بمساحتي الباء حرف جر مساحتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة شارك المواطنون في بنائها شارك فعل ماض مبني على الفتح المواطنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو والنون لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم كنا قد أخذنا أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بلياء منون وجمعت التبرعات منهم ومن الأثرياء جمعت فعل ماض مبني على الفتح حرك بتاء التأنيث بالكسر لمنع الالتقاء الساكنين ووصل الملك عبد الله الأول بن الحسين هنا كان أميرا إلى الموقع فوضع حجر الأساسي في احتفال حاشد وصل فعل ماض مبني على الفتح الملك فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الله بها ألف تنطق ولا تكتب ابن همزت همزت وصل حين ظرف كان فعل ماض ناقص إلى الموقع إلى حرف جر الموقع اسم وجرور وضع فعل ماض مبني على الفتح الفاعل ضمير مستتر تقدره هو حجر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة في احتفال احتفال اسم مجر وعلامة جره تنوين الكسر وأيضا همزته وهمزة وصل في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلاب الذين كانوا يأتون إلى المدرسة من الأقطار المجاورة في حرف جر المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسر قسم داخلي أسماء منونة لمبيتي اللامحرف جر مبيتي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الذين اسم موصول يأتون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وكنا قد تعرفنا أن الأفعال الخمسة هي عبارة عن فعل مضارع قمنا بإضافة وونون أو ألف ونون أو ياء ونون ترفع بثبوت النون تنصب وتجزم بحث النون الأقطار مفردها قطر وفيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردني وأول مرصد جوي مكتبة ومدرسة أسماء مؤنثة وأيضا منونة علامة التأنيث التي بهما التاء المربوطة وحظيت مدرسة الصلد كذلك برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله فراه فقد زارها أكثر من مرة وأشاد بدورها التربوي الكبير في رفض الأردني برجال الفكر والسياسة وما زالت طحظة برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه اللهم حظيت فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكن مدرسة فاعل مرفوع لامة رفعه الضم كذلك بها ألف تنطق ولا تكتب طيب الله طيب فعل ماضي مبني على الفتح الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع لامة رفعه الضم دائما نضع لفظ الجلالة تعظيما لسم الله سبحانه وتعالى قد زارها كنا قد قلنا أن قد عندما تتصل بالفعل الماضي تفيد التحقيق وعندما تتصل بالفعل المضارع تفيد التشكيك وهنا اتصلت بالفعل الماضي تفيد التحقيق زارها الهاء عائدة على مدرسة الصلط تحظى فعل مضارع مرفوع لامة رفعه الضم إلى هنا أحبائي وصلنا إلى نهاية درسنا إلى هذا اليوم شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة إلى اللقاء